شارك الدولي باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لقرة القدم بالنادي الإسماعيلي في مران الفريق الأخير الذي يقيم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة فرقه ضمن منافسات الدول العام ويحل الدرويش ضيفا على النادي السكندري غدا الأربعة في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب المحافظة الساحلية في إطار الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية وكان اللاعب قد تعرض لشد في العضلة الضامة خلال أحد تدريبات منتخب مصر والتي كانت سببا في خروجه من قائمة الفرعنة قبل مواجهة بلجيكا الأخيرة وخضع المحمدي لاختبار طبي خلال الساعات الماضية ليصبح جاهز للمشاركة في المباراة القادمة حسب رؤية الجهاز الفني للدرويش بقيادة الإسباني خوان جاريدو أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أطقم حكام مباراة الجولة الرابعة من الدور الممتاز وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة فارق والإسماعيلي بإستاذ الإسكندرية في الساعة الخامسة مساء غد إلى طاقم حكام يقود حكم الساحة حمد الإلاوي ويعاونه هاني عبد الفتاح وأسامة السيد مساعدين وأحمد ناجي حكم رابع بجانب محمد علاء هاشم حكم فيديو وخالد حسين مساعد لحكم الفيديو ترجمة نانسي قنقر